بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى طبيعة الإسلام تفرض على الأمة التي تعتنقه أن تزيد فيها نسبة المتعلمين بل تتزايد وأن تهبط أو تنعدم نسبة الجاهلين فنحن في أمس الحاجة إلى العلم والثقافة والعقل حيث أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أو سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أو نستنبط منهما فإن علينا أن نتعلم حتى نتكلم وإن للعلم أدوات بيّنها الإمام الشافعي حيث قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفاصيلها ببياني زكاء وحرص واجتهاد وبلغة أي بلاغة وصحبة أستاذ وطول زمان وبين أيضا أن العلم نور فقال شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي إننا في أمس الحاجة إلى أن نتعلم وأن نفهم حتى نتكلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ولا يغلب العقل على العلم وإنما العلم يتقدم على العقل ومن أراد إعمال العقل فعليه أن يقرأ كثيرا فنحن أمة إقرأ علينا أن نقرأ وأن نتدبر وأن نفهم علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا فقال العقل بي الله قد عرفا وقال العلم بي الرحمن قد اتصفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا وإن أول ما نزل من القرآن على حضرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن بيّن ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة في أول كلام نزل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم والعلماء والقراءة والاطلاع بل سمى ربنا تبارك وتعالى بالعلماء إلى أن قرنهم بذاته سبحانه وتعالى وبملائكته في إثبات وحدنيته قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ومن هنا يتبين لنا أن العلماء هم ورثة الأنبياء وأن العلماء والأنبياء يسيران معا نحو طريق الله وفي طريق الله للتعريف بالله والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم والكواكب في ليلة البتر ومن هنا تبين أن فضل العلم خير من فضل العبادة وقليل من العلم خير من كثير من العبادة فعلى أهل العقل أن يعملوا بعقولهم وأن ينظروا في العلوم وفي القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وأن لا يغلب الإنسان عقله على العلم وإنما عليه أن يتدبر في ملكوت الله وأن يتفكر في خلق الله في السماوات وفي الأرض بل في نفسه قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه ننتقل من القرآن إلى العلم لما خص البنان والبصمة لأن الإنسان لا يشترك مع غيره في بصمة الإصبع ولا في بصمة العين ولا في تكوين البنان ولذلك فإن العقل يحتاج إلى العلم وإن الفهم يبدأ من كثرة للطلاع في العلوم ومن كثرة القراءة والفهم والتدبر وإذا كان العلم بالتعلم فإن الإنسان يحتاج إلى موجه وإلى معلم وسيد الإنسانية صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الناس الخير والفكر والتدبر والعبقرية والعقلية الفارقة وأخذنا جميعا إلى أن نقرأ القرآن بعقولنا وأن نطلع على السنة وأن نعرر السنة على قلوبنا وعلى عقولنا فإذا توافقا فإننا نعي أن الحديث صحيح فما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخرج عن إطار العقل ولذا فإن العلم والعقل يتفقان دائما ولا يختلفان بل لا يختلف أحدهما مع الآخر ومن أراد أن يفهم فليعلم ويتعلم ويتدبر ويتأمن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم